السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس ان شاء الله هنتعلم مع بعض الوكس رو. الوكس رو دي يعني ايه? يعني انا هتمشى جوه المبنى. المشروع هتعمل فانا عايز اخرج فيديو. اوري الناس. ازاي لو انت هتمشى في المشروع هتشوف ايه. تمام? اه فده مشروع صغير كنت انا عملته فيلا. ربنا ارزو كل واحد في كده فيلا ان شاء الله يقعد فيها كده يعبد ربنا كده ويبد عن السياسة. اللي صدعتنا. تمام. صحيح. عشان ابدأ اشتغل على الوكس رو. باجي فوق. بلاقي ديفولت 3D view. ده لما اجا احب اشوف المبنى 3D. كاميرا لما احب اشوف اه صورة معينة. انا اممكن ديفولت 3D view. هجاب لي المبنى 3D. الكاميرا. هوا هنا. مثلا. واسحب. خلص. بشوف المبنى لقطة معينة. هاجي هنا. هقوله خلالها ريليستيك بحيث ان هنشوفها بدقة اكبر. ممكن اقوله. انا عايز اعمل رندر. للصورة. ابريل الشاي. ليه ابريل الشاي بيبقى رندر. بيرمز للرندر. كان في واحد طالب بيعمل زي دراسة معينة. وكان عايز اختار شكل غريب شوية. مختلف شوية. بحيث ان هو عكس يدرس اللي عين كسب بتاع صدوق. فكان عام مع ذوقته ابريل الشاي بيشربه. فراح عمل الدراسة على ابريل الشاي. وبدأ في 3D Max يستخدمه ابريل الشاي كانه رمز للرندر. وحطوه. بحيث ان انت ممكن شكل بدني اشكال. انت ممكن ترسم متطيل. اصلي ترسم مكعب. ترسم دوارية. ترسم اي شكل. وبدني اشكال الاسسية اللي موجودة في 3D Max ابريل الشاي. وهنا برضو. ريفيت ابريل الشاي بيرمز للرندر. شو رندر. بدوس رندر واعمل رندر. خلينا دلوقتي في وكترو. هاجي دلوقتي اقول له وكسرو طيب انت عايز مني عشان تعمل وكسرو انا بحط الكي فريم الاساسي المصدر يعني هقول له مثلا اول نقطة عندي هنا طب تالي نقطة هنا طب تالت نقطة بفرض ان اعايز الف حول المبنى هاجي ادوس هنا 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 طب ده ارتفاع كام ده ارتفاع 1750 طب غيرها اخليها مثلا 2500 ده انا كده بطلع بالارتفاع بتاعي اهي كده كده وممكن ادخل جوه المبنى ممكن انا شغاله اقول له طب انا عايز اطلع قوي خليني اللقطة الجاية دي من الفريست تمام وخليها مثلا 1500 تمام اهي عايز تدخل جوه المبنى مشكلة خالص براحتك اهو شوف ايه اللي جوه المبنى ماشي ده على سبيل المثال ممكن طبعا تجي هنا عند السلام ديت نعمل وكسروه تاني دي اول نقطة تاني نقطة ويتغير للارتفاع وتجي هنا برضو وهنا تلاقي نفسك في الدر الاوليني يبقى انت كده عملت وكسروه طالع السلة انا عايز اشوف الوكسرو دوت هولو ايه هولو ايه ديت وكسرو اوبن وكسرو نعم اظهر معي طيب انا دوت هعمل ايه ببساطة هفتح الاثنين مع بعض خلي ده كده عشان نشوف الفكرة النصول او انا هنا واقف على الفي شئ هنا وووكذل الفري شئ ايه هنا اقول له ايه واحد تعم هنا bloom كان ده ولو ص Simon والاقتك صح هسوفك طيب خلّينا إجيه هنا edit and scroll هقولوا أنا عايز next keyframe ايه اللي حصد؟ نقلني لأخير الكيفريم التاني و أجاب لصورة الكيفريم اللي بعد كده طيب ايه اللي يحصل بين الاتنين دهما كان بحصل في الرسوم المتحركة السوم متحرك كان باحصل ايه؟ كان الراجل بيجي يرسم اول فريم اساسي وبعد كده بيرسم تاني فريم اساسي وبيجي المساعدين بتاعه يرسمون الحاجة اللي بينهم بعد كده اتطور الموضوع بقى بيرسم أول واحد وبيرسم الثاني واحد وكمبيوتر بيرسم اللي بينهم رفض هو المساعدين بتوع طعم فأنا نقوله بلاي بص اللي حصل هنا هي دقيلة فبش ظهر طيب خلينا نعملها تاني طيب خلينا نبقى مركزين على دوت وقوله بلاي بص اللي حصل كل الفرمات ديت دي فرمات هو عملها من أول لقطة لللقطة التانية بدا يشوف الحاجات ايه الفرعية طيب أنا هاجي هنا واجه بص ايه الحاجات اللي أنا ممكن أعدل فيها أنا مستطب أدنس كتيره فعشان كده القائمة اللي أنا مفرد أشغل عليها مختفية طيب أنا ممكن أجي أشغل ايه اكتف كاميرا يعني ايه اكتف كاميرا يعني أنا أبدأ عدل في الكاميرا تعالى كده عدل في الكاميرا وبعض أنا كده بعدل التجاه اللي هبص فيه طيب خليها تيج كده شوية شايف الدورية صغيرة دي دي أنا بيتحكم فيها أنا بص الناحية الدي اسمه التارجيت بوينت بقوله خليها ناحية دي طيب أتلك الكيف ريمي اللي بعديه اللي هو دوت خليه بص لي كده طيب الكيف ريمي اللي بعديه أبص اللي حصل بيبص بره خالص ده بيبص على الايه دوت لأتها لي كده طيب الكيف ريمي اللي بعديه غليه يشوف حاجة يعني مش معاولة يكون الفيلة جنبيه وعمال يبص على الشارع يعني هيبص على ايه نيجيست كيف ريمي ودي مستور رؤية بتاعي ممكن نجابه كده ممكن نجابه كده وممكن نبغيه خالص ممكن نجابه الخصاص بتاعتي وقوله ايه فاركليب افست الغيخ والاكتف بتاعه وما خلوش شغال اصلا هنا الافست ده ممكن نقبله او صغاره وممكن الغيخ والده بحيس ان هو شوف اخر حاجه هو ممكن نشوفه تمام يعني خلينا مثلا اقول دوت نغيره ممكن نغيره مراكم على طول او نغيره من هنا طب انا لو جبته كده مثلا ماشي طيب لو قلت له فاركليب من تخلوش اكتف بيه حاجات مختفية بدأت تظهر ففاركليب اكتف لما بشيل علامة ببدأ شوف ايه كل حاجه ممكن اعمل ايه تاني ممكن اجي هنا وقول له انا عايز اعدل في الباص يعني اعدل في الباص يعني ممكن اخليك كده مثلا اجيبه كده شوية تعديل المثار خرص الطريق اللي ارفنا بيها ايه كيفريم بزود كيفريم تاني يعني ممكن مثلا ايه انا عايز لا ده هنا بالذات الف لافة معي انا اروح مزود كيفريم كمان اعم رموف كيفريم لو فيه كيفريم انا شايفه غلط اروح ايه شايفه اعم وطول ما انا اممكن في اي نقطة في يوم اجي عليها وروح معدل فيها زي ما انا عايز بحيث انت تطلع وتنزل زي ما انت عايز طيب انا ذوات عملت الشكل دوت ممكن اجي هنا اقول له ريليستيك او ري تريك حسب الشغل بتاعي بحيث ايه اشوف الجوزة بتاعتي طيب اه طيب ابدأ اعدل المسار ده جيمس وندو حتى حاس واحد جيمس وندو اعشي طيب الفيلة دي في الخليفة هبدأ اغير فيها وابدأ ازبط فيها في حاجاتنا بيانت معا في الوكسرو هبدأ ازبط ازا ما انا عايز تمام ده مجرد بس ايه حاجة بسيطة في الوكسرو طيب ممكن لو انا عايز اقول له قتل في رقم واحد قول له بقى وريني بقى الشغل وهيجي قرب من الفيلة وهيلف حول الفيلة طبعا ووكرت الجرافكة هايف شغل عشان كغل الشغل بشبين قوي اه طيب انا ده وقت لا عايز اعدل الوقت حاس ان الوقت كتير او الوقت قليل او اي حاجة من حاجات ديت اجي هنا على رقم 300 دوت تمام وممكن ابدأ اكبر الوقت او اقول له الفريم سبير ساكند يعني ممكن اقول له ايه خليه الوقت ده 3000 فكده الوقت هيكتر معي تمام الفريم بير ساكند كم فريم في الثانية او هنا اعمله 15 ممكن اقول له خليه مثلا خمس خمس فريمات في الثانية هنا يونيفورم سبيت يعني ممكن ندول كلهم السرعة بتاعتهم ثبت ممكن اجي اقول له لا ده انا هنا عايز ده ياخد وقت اكتر ده ياخد وقت اه ابدأ اتحكم في السرعة ممكن اقف شوية خليه استنان شوية لها ادي ايه حاجات تانية نفس يعني عايز مثلا يوقف على لقطة معينة بحيث ايه عايز اتركز عليها شوية وبعد كده بعد ما بخلص باجي اقول له ايه اكسبورت وصدر المشروع بتاعي واكسروه باجي هنا اشوف انا عايز كل الفريمات ولا فريمات معينة وعايز الفيشوية بتاعي ايه رندر ولا رياليستيك ولا هيدين ولا ويرفريم طبعا ممكن تعملها ويرفريم بس مجرد انت تشوفها تشوفها غلطات ولا لا او هيدن لين حتى يعني ممكن تعملها مثلا هيدن لين في الاول جودة بسطة خالص لحد ما تتأكد هو ده اللي انت عايزة ولا لا ممكن تعملها شديد مثلا وباللاق خالص بتطلع شغلك لايما رياليستيك لايما رياليستيك عشان تديل الزوون بتاعك الديميشن من كام لكام عايز تعمل زوم قد ايه عايز تحط time and data stamp ولا لا وتقوله اوكي هيقولك عايز تضغط الشغل ولا مش عايز تضغطه فحسب ما انت عايز عم اقوله مسلا عن desktop اقوله ايه save دي فكرة الوق سرو ببساطة وربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله اقوله اوكو مع مرسل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة